أهلا بكم في مقر الكيمي الكهربية كيم 233 نواصل في الوحدة التاسعة السلسل الكهرو كيميائية ومعادلة نيرست ذكرنا أن أحد أوجه الاستفادة من السلسل الكهرو كيميائية هي تحديد تلقائية التفاعلات الموجودة في الخلية الكهرو كيميائية كيف من خلال معرفة قيمة التغير في الطاقة الحرة للتفاعلات الموجودة داخل الخلية من معروف أن الشغل الذي تبزل الخلية في دفع عدد من الإلكترونات يساوي NFE الشغل الذي هو W يرمزه بالرمز W يساوي NFE N عدد الإلكترونات F ثابت فردي وE جهد الخلية بينما أقصى جهد W ماكس هو أقصى شغل تبزل الخلية يساوي NFE هنا ما هو الفرق بين E نوض وE E نوض تعني جهد الخلية القياسي بينما E جهد الخلية غير القياسي ما الفرق بين القياسي وغير القياسي جهد الخلية القياسي هو جهد الخلية عند 25 درجة مئوية وتراكيز المواد تكون 1 مولاري ويمكن معرفة جهود الأقطاب القياسية من خلال السلسلة الكهرو كيميائية أيضا يمكن حساب أقصى شغل مفيد تبزل الخلية W ماكس من قانون آخر يساوي سالب الطاقة الحرة القياسية بدمج هاتين المعادلتين نتحصل على قانون آخر هام جدا وهو التغير في الطاقة الحرة يساوي سالب NFE وهذا هو القانون الذي سنستخدمه دائما لمعرفة قيمة Δلتا G ودائما قيمة دلتا G إذا كان السالبة هذا يدل على تلقائية التفاعلات المجراه داخل الخلية الكهرو كيميائية أما إذا كان قيمة دلتا G موجب فهذا يدل على أنه التفاعلات غير تلقائية مثلا في هذا التفاعل إذا أعطانا الكروم والزينك وطلب مننا تحديد هل هذا التفاعل تلقائي أم غير تلقائي والجهود أيضا معطاة ده جهد الكروم وجهد الزينك الخطوة الأولى يجب أن نحسب جهد الخلية ولحساب جهد الخلية يجب أن نحدد ما هو الأند وما هو الكثب دائما الجهد الأعلى هو الكثب والجهد الأقل هو الأند إذن الكثب هو عبارة عن الكروم بينما الأند هو عبارة عن الزينك ممتاز الآن حددنا الكثب والأنود الخطوة التالية يجب أن نوزن المعادلة كيف نوزن المعادلة؟ يعني الإلكترونات المفقودة يجب أن تساوي المكتسبة أنا عندي ثلاثة إلكترونات تم اكتسابهم بينما التفاعلات الزينك هي تفاعلات أكسدة إذن إلكترونات تم فقدان لا يجب أن تكون الإلكترونات المفقودة تساوي المكتسبة لذلك نضرب في 2 هنا وبينما نضرب معادلة الزينك في 3 تصبح عدد الإلكترونات المفقودة المكتسبة تساوي 6 إذن المعادلة موزونة الخطوة التالية حساب جهد الخلية ذكرنا أن الكروم هو عبارة عن الكثب بينما الزينك هو الأند إذن جهد الخلية يساوي جهد الكثب ناقص الأند إذن جهد الخلية يساوي 200 فولت الخطوة الأخيرة حساب دلتا جي دلتا جي يساوي مينس NFE N عدد الإلكترونات F ثابت فرديو E جهد الخلية القياسي دائما إذا كان جهد الخلية القياسي موجبا كما هو موجود هنا إذن طاقة جبس يجب أن تكون سالبة وبالتالي التفاعلات تكون تلقائية أما إذا كان جهد الخلية القياسي سالبا فيجب أن تكون طاقة جبس الحرة القياسية موجبة وبالتالي التفاعل غير تلقائي بهذا ينتهي الدرس وأنا نتقي في دروس لاحقة في مقر الكيميا الكهربية